السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلم بكم في فيديو جديد مع امان فتيان. نوردة بازن الله هنتعلم ازاي نعمل آآ فستان للعروسة تقريبا ديتها مقاس تلاتين سنتي او اكتر آآ ان شاء الله هعمله بالصدر الدائري. وهنشوف مع بعض الشغل النهائي. وكمان الناس اللي قالت ان الفيديو المصرع لتطريز العيون مش كان واضح بازن لتطريز الوردة معلش. آآ ان شاء الله هنفزه على الفستان اللي هعمله باللون الرمادي ده. وهعمله لكم واحدة واحدة ان شاء الله. آآ واكتبوا لي طبعا تحت في التعليقات اي حاجة انتم حابين ننفزها. وكمان تعملوا اشتراك في القناة ولايك آآ ازا حبيتوا الفيديو مبدئيا كده. اول حاجة هجيب معي ابنة مقاس واحد ونص. وهستخدم خط للفستان بتاعي. ده لون آآ رمادي ده رقمه دوتو مية خمسة وخمسين. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هنبدأ انتمل تلاتين غرزة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتتاشر. بعتاشر خمستاشر ستتاشر. آآ بعد كده هعمل آآ غرزة ارتفاع تاني. بعد التلاتين هعمل غرزة ارتفاع. وبعد كده هشتغل آآ واحد حشو. وفي الغرزة التانية هيبقى فيه تزايد. علشان يديني الشكل الدائري معانا. واحد حشو. والتانية هيبقى فيها تزايد. واحد حشو. والتانية هيبقى فيها تزايد. واحد حشو. والتانية تزايد. يعني غرزتين حشو في نفس الغرزة. هيبقى يديني معانا الشكل اللي هو الدائري ده. آآ نكمل مع بعض. وهنرجع في الدور اللي بعده. الدور اللي بعد كده بعد ان كان خلصت الآآ الدور اللي هو واحد حشو وفي الغرزة التانية تزايد هنبدأ نلف الشغل. وهنشتغل اتنين حشو. غرزتين حشو. غرزة الاولى حشو. الغرزة الاولى حشو. والتانية هتبقى حشو. والغرزة التالت هيبقى فيها تزايد بتاعنا. واحد حشو. والتانية حشو. والغرزة التالتة هيبقى فيها التزايد. كده هو بعد ما خلصت الدور بتاعي هبدأ بعد كده هشتغل هلف الشغل واشتغل آآ دور سابت. دور سابت في كل الغرز. هكمل الدور ده بقى. الدور السابت ده. بنرجع مع بعض نشوف. احنا هنعمل ايه? كده هو بعد ما خلصنا الدور السابت بتاعنا. آآ هشتغل بعد كده هعمل هبدأ اعمل. آآ الثلاثة غرزة حشو واحد حشو. ثانية حشو. والتالتة حشو. والغرزة الرابعة عامل فيها تزايد. واحد حشو. الغرزة التانية حشو. تالتة حشو. والربعة تزايد. اكملها بقى. انا اربعة ثلاثة حشو والربعة تزايد. آآ انظر اللي بعد كده انا كده اخلصت الدور اللي هو ثلاثة حشو ربعة تزايد. امتع بعد كده اشتغل دور سابت. واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هكمل الدور بتاعنا ده. وهرجع لكم ان شاء الله. كده هو خلصت دور السبات. هبدأ بعد كده اشتغل آآ الدور اللي بعده هيبقى هنلف الشغل. واشتغل اربعة حشو. واحد. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. وهي الخمسة يبقى فيها تزايد. واحد. اتنين. اتنين. تلاتة. تبعة. والخمسة هيبقى فيها تزايد. ونكرر العملية لجاية ما نخلص الدور بتاعنا. الدور اللي بعد كده بنات هنشتغل من دور حشو. كمان. دور سابت من غير اي تزايد او تناقص. دور حشو. وبعد كده ان شاء الله هنجبها في تأسيمة الايد. فتحة الايد بتاعت الفستان بتاعي. وبعد كده ان شاء الله هنكمل مع بعض. اه لو الفيديو ده طلع الطويل اللي هو الفيديو آآ بتاع يعني هوريكم ازاي اللي احنا شغالين عليه اللي هو بتاع الفستان. وممكن الفيديو الجاي هعمل لكم التفصيء التطريس بالتفصيل بقى ان شاء الله. هكمل حشو واردع. كده هو بعد ما خلص الدور بتاع اللي هو السبات تقريبا. آآ هنعمل ايه بعد كده? هقسم الايدين بتاعتي بشكل ده. انا هقسم الدايرة بتاعتي بالنص كده. تمام? وبركبها على العروسة بتاعتي. وبشوف احط حطيط هنا علمت مكان الايدين من قدام ومن ورا. ومن هعملكم التطريقة دي علشان اي مقاسي يعني. فاهميني? عملتها اربع آآ حددتها بدبوسين من هنا ودبوسين من هنا. دول اليد بتاعي. هجيب الخيطة اهو. نجيب الخيط بتاعي. وهبدأ. هلف الشغل كده. واعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ستة ستة سبعة عشر تقريبا سبعتاشر غرزة بس هبدأ اعمل سلسلتين كده اعملت سلسلتين واروح للغرزة للدبوس بتاعي اللي هنا ده. وابدأ اشيله كده. واشتغل غرزة حشو. عادي كده. تمام دي هتبقى فتحة اليد بتاعتي. وبعد كده اشتغل حشو. استمر في الحشو بتاعي. بس انا هنا هشتغل في الغرزة لما هنا شغل هنا ملفوفة هو. مش هشتغل في الغرزة كلها. انا عايزة مش هشتغل في الغرزة كلها. لان انا عايزة هشتغل في الغرزة الامامية اللي هنا دي. هشتغل في الغرزة اللي تحت. وعسيم الفوق نفعل حشو واللي بعدها ورده حشو. بالشكل ده. ده هوا. كده. بالطريقة دي. زي ما انتم شايفين. هنا بقى ممكن لما اجي انا بعد كده بعد ما اخلص. اشتغل في الغرزة الامامية اللي فوق دي اي اه اي شغل بالخط بتاعي. بيبقى بارز يعني. او ممكن لسبوع كده بتبقى شكلها بارزة. بيديني تأسيمها للفلسان بقى شكلها حلو. فيها اكمل معاكو. لغاية ما وصل لالدبوس بتاعي اللي هنا. كده هوا. بعد ما وصلت لالا اسمه ايه? للدبوس بتاعي. هابده اشتغل. في جردة حشو. واشتغل سلسلتين. ويقاجي لالدبوس الثاني. واشتغل حشو. بس يبقى حشو عادي بقى. تمام? كده. بعد كده. اهو ده شكل اليد بتاعتي. اهي. تمام? بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده هشتغل معاكو دور سابت. هنشتغل دور سابت على الغرزة. هنلف الشغل. نشتغل دور سابت. على الثلسل اللي احنا عملناها. هنشتغل حشو عادي. كده. وننجي على السلسلتين هنعمل من الحشو. هعملتين حشو على السلسلة كده. وبعد كده هكمل حشو لغاية ما وصل للنهاية. بعد كده هنرجع نعرف هنعمل ايه. انا كده هوا يا بنات بقى عملت اعملت دوريس سابت بعد ما انا قلت لكم هنمشي دور واحد. آآ عملت دورين. بعد كده هنشتغل بقى في التزايد بتاع الفسان بتاعي. انا مش هاوصل للوسط وبعد كده اعمل التزايد لأ انا هعمله منفوش منفوق شوية. فهنبدأ مع بعض. هنبدأ آآ نلف الشغل بتاعنا. وهنشتغل آآ غرزتين ارتفاع كده. غرزتين ارتفاع. بعد كده هنشتغل في الورزة نفسها. آآ في كل غرزة في الغرزة الاوليانية دي هنشتغل آآ عمود بلفة. وكمان عمود بلفة في نفس الغرزة. الغرزة اللي بعدها هيبقى فيها اتنين عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها هيبقى فيها اتنين عمود بلفة برضو. الغرزة التالتة هيبقى فيها تلاتة عمود بلفة. يعني آآ الغرزة اول غرزة هيبقى فيها اتنين عمود بلفة والغرزة تانية برضو. اتنين عمود بلفة. والغرزة التالتة هيبقى فيها آآ تلاتة عمود بلفة. وهنشتغل كده لغاية ما ننهي الدور بتاعنا. بعد الدور ده ما يخلص هنبدأ نشتغل بقى بغرزة الحشو المزدود. واحد. دي اول واحدة. تانية برضو اتنين حق اتنين عمود بلفة. والغرزة التالتة هيبقى فيها تلاتة عمود بلفة. هكملها بقى وارجعلكم ان شاء الله في الدور اللي بعده. كده هو بعد ما خلصت بسم الله. الشغل التاعي هو. هبدأ بقى انشتغل آآ غرزة الحشو المزدود. هنبدأ كده في اول غرزة. نعمل بس ارتفاع. بعد جدين ادخل في الغرزة كده واطلع. باتنين واطلع منهم الاتنين كده هو. طبعا نعملها كلها ادوار سابتة مش هيبقى فيها تزايد ولا تناقص. هدخل في الغرزة كده واسحب الخيط معايا. هبقى في اتنين عم على الابرة. اخد واحد. اسحب الخيط كمان واطلع. مش هطلع منها كلها. لو عملتها كلها تبقى حشو. هطلع من اتنين. بعد كده هطلع منهم كلهم. هو ده بقى الحشو المزدود. بنفس الطريقة كده هو. طبعا نشتغل بقى الادوار اللي انتو هحبينها بنفس الطريقة دي. وبالطول اللي انتو حابينه. بعد كده نرجع ان شاء الله اه في الفيديو الجاي. اه واوردكم طريقة التطريق. السلام عليكم.